السلام عليكم ورحمة الله أنعم الله علينا بنعم لا تحصى ولا تعد فهناك من أنعم عليه بالمال وهناك من أنعم عليه بالعلم أو الجاه أو القوة أو غيره ولا بد أن نؤدي حق الله في تلك النعم بشكره وحق عباده في تلك النعم فماذا إن بخلنا أن الذين يبخلون بما آتاه الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير يعني إيه بخل؟ معنى البخل منع الواجب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوّقه يوم القيامة ومعنى شجاع أقرع ثعبان سام أبيض الرأس وهو من أخطر الثعابين وذاك الثعبان له فوق عينيه نقطتان سوداوان فيلتف ذاك الثعبان حول البخيل ويطوّقه بقوة وإحكام ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشتقيه ثم يمسك بشتقيه البخيل والشتق هو جانب الفم فيفرغ سمه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاه الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير أليظنن الذين يبخلون بما أنعم الله به عليهم ويمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله أن هذا البخل خير لهم بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم وآجلهم وانقلب عليهم الأمر فالله عز وجل أنعم علينا بالنعم وأحسن إلينا وأمرنا ببدلها دون ضرر أو ضرار فبخل البعض وأمسك تلك النعم وتلك النعم ستكون طوقا من نار يوضع في أعناقهم يوم القيامة قال مجاهد يكلفون يوم القيامة أن يؤتوا بما بخلوا به في الدنيا من أموالهم ولله ميراث السماوات والأرض والله سبحانه وتعالى هو مالك الملك وهو الباقي الدائم بعد فناء جميع خلقه وزوال أملاكهم قال الله تعالى إنا نحن نريث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون والله بما تعملون خبير والله عز وجل خبير بأعمالكم ونياتكم وسيجازي كلا على قدر عمله واستحقاقه فأنفقوا ولا تبخلوا وتأمل معي أخي الكريم في حال البخلاء الذين بخلوا بما في أيديهم من فضل الله وإحسانه ولولا فضل الله وإحسانه لما وصل إلى أيديهم منه شيء ثم تركوا كل شيء ورحلوا ولكنهم رحلوا إلى الحساب والعقاب والجزاء رحلوا إلى مصير مؤلم غاية الألم والله خير الوارثين قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نزلت هذه الآية الكريمة في البخل بالمال والإنفاق في سبيل الله وأداء الزكاة المفروضة لابد لنا جميعا من وقفه مع تلك الآية الكريمة هل نحن بخلاء بما أنعم الله به علينا قد لا نكون بخلاء في المال ولكننا قد نكون بخلاء في غيره فلنحاسب أنفسنا جميعا قبل أن نحاسب ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاه الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير